السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحياتي لحضراتكم فايد العلم ومصدره وفريق العمل وكل عام وحضرتكم بخير بالنسبة تلك الذكرى العطرة وذكرى الإسراء والمهرج وحضرتكم بطيب وبكل خير يا سيد زحمد وحضرتكم محمد عروض من غرب شبرا الخيمة الله يكلم اكسوا حضرتك بس برجو من حضرتك القائد على فضل ليلة الإسراء والمهرج وماذا نقول لأولئك المشككون في تلك المعجزة الإلهية التي أهداها الله عز وجل لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم طيب شكرا على السؤال ده سؤال حضرتك أستاذ أحمد احنا عندنا هذه الليلة هي ليلة الله سبحانه وتعالى ملأها بالأنوار التي جعلت الأرض عندها كنز من كنوز الرحمة كنز بتجعل الأرض تتصل بالسماء في لحظة كنا ممكن ننتظر الثلث الأخير من الليل نما ربنا يسألنا لكن لو واحد قلبه ملتهب على طول يستطيع أنه يذهب إلى الصلاة يذهب إلى الصلاة فيصلي أرحنا بالصلاة يا بلال أرحنا بها يا بلال فربنا سبحانه وتعالى قطع لنا وأنزل لنا كنزا من كنوز العرش أنزل لنا كنزا من كنوز الرحمة ولزيك هذه الصلاة هي صلاة تأتي بالسكن كل دكا في هذه الليلة الله أزن لنا أن نلقى وكلفنا بأن نلقى خمس مرات فين في السماء لكي يقول لنا تعالوا إلى حضرتي تعالوا وارتفعوا وارتقوا من ضيق الدنيا إلى سعة رحمة رب العالمين فهذه ليلة لا تسويها ليلة ولذلك شرع فيها مثل هذه الليالي التي تتنزل فيها الرحمات يشرع فيها كل العبادات يشرع فيها الصوم يشرع فيها الزكر يشرع فيها كمان الصلاة على حضرة النبي يشرع فيها كمان الصدقات يشرع فيها كل ده لفضل هذه الليلة الأمر الثاني نرد إزاق على المشككين هو يبدو أن المشكك قضيته ليس الليلة هي قضيته حضرة النبي فهنا نسأله على طول انت تؤمن بحضرة النبي ولا لا فشنت خلص اللي لا فهو هيقول لي انا بؤمن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم طيب اذا كنت بتؤمن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ايه بقى الاشكال العقلي في هذه الرحلة ان هي بتختلف مع العلم انت حضرتك وكأنك خارج هذا العالم احنا يا استاذ العزيز عندنا حاجة اسمها الميتافيرس على باب البيت احنا خلاص احنا عايشين في الميتافيرس دلوقتي الناس كتير عايشة في ده فزي انت قابل بالعيان كده ان يبقى فيه عالم افتراضي ومش قادر تعرف ان العوالم دي مش اللي انت شايفها بس ان انت تخرج من عالم الى عالم اخر بعينك انت شايفه دلوقتي فانت ايه الصعب ان انت تخرج من عالم الحس الى عالم اوسع تكون فيه في وصل مع الله ايه الصعب والصعب في الحقيقة ان هو بيقول كده لانه مش عايز يخلي حضرة النبي في مكان قابق وسيني او ادنى هي مشكلته مع حضرة النبي لانه عايز الكلام اللي نزل على حضرة النبي يتحول على انه كلام نزل على شخص زي باية البشر فهو عايز يخلي النصوص اللي نزلت على حضرة النبي وسنت حضرة النبي على ان هي خطاب فتحول الى شيء بشري فيفضل يقول بقى انا قابل ده ومش قابل ده حسب الايدولوجيا بتاعته فانت لو عترد عليه بالقضايا العلمية هو مش عايز يرد بالقضايا العلمية لازم تقوله كده في عينه انا فاهم ان انت بتعمل الكلام ده عمل ايدولوجي ايدولوجي يعني ايه ده اعتقاد عندك ان انت عايز بصراحة يعني تنكر السنة صحيح اه انا بقولك كده صحيح انت عايز تنكر السنة فايه الحجر اللي عصرة قدامك ان انت تنكر السنة ان حضرة النبي بيوحى اليه طب ايه اللي بيخليك تفهم ان حضرة النبي ليس كسائر البشر اه حضرة النبي قال انما انا بشر يوحى اليه ما ينفعش تقوله انما انا بشر وتقف كده ويل للمصلين لا حضرة النبي يوحى اليه حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يراه يأتي كفلق الصبح حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في الاسراء والمعرج لانه ليس كمثله مخلوق وهذا لا فيه تبجيء لا فيه اخراج لحضرة النبي عن بشريتي ولا شيء ربنا زي ما خلق الروح كده حاجة من اسم المخلوقات خلق حضرة النبي اعلى من الروح واعلى من كل ده انت مش عايز تسلم بدي لان انت لو سلمت بالاسراء والمعرج سلمت بان حضرة النبي ليس كمثلين مخلوق يبقى الكلام اللي نزل عليه مش هنتعامل معاه زي بقيت الكلام اللي نزل على البشر فهمت انا فهمه ازاي هو عايز يعمل كده هو عايز يقول ايه عايز ناجيب له دليل على ان الاسراء والمعرج حصل لو ما حصلش عن طريق الفيزيا والكيميا لو واحد كان قال له زمان ان فيه عالم تاني اسمه عالم افتراضي كان عايز يصدق ولا يقول له ايه الخوز عبلات اللي عندك دي هو الشخص عنده قضية مش قادر يتخلى عنها وعلى فكرة وده خلص في العلم خلص في الحياة ان الدين يتعارض مع العلم الحديث فمهم جدا ان هو يجيب قضية الاسراء والمعرج كمثال على تعارض الدين مع العلم الحديث هو قضية الاسراء والمعرج قضية داعمة للعلم الحديث باقصى تقدير في قياس جديد اسمه الفيمتو ساني وفي اقرار مننا ان احنا لا نستطيع ان نتجاوز العالم اللي احنا فيه دا يبقى ايه اللي حاصل يبقى عندنا مشكلة هو لازم يحترم العلم الحديث ويحترم الاسراء والمعرج اللي بيقوله اني وما قتيته من العلمي الا قليلة يبقى انت لازم تعرف ان دا بيفتح باب الامتداد العلم اشتركوا في القناة